فشل مسار إستانا في تحريك العملية السياسية السورية ودفعها إلى الأمام هكذا تقول الوقاع ولم ربعا سابقا اجتمع فيه الفرقاء وأجمعوا عليه حتى يعودوا إليه فبدأ كل فريق يبحث عن مسار جديد يناسب رؤيته للحل في سوريا نظام الأسد وبحسب ما سربت مصادر مقربة منه قام بتوجيه دعوات لعدد من الشخصيات في المحافظات السورية من أجل عقد مؤتمر حوار وطني في العاصمة دمشق ويضم هذا المؤتمر مؤيدين ومعارضين بمن أجروا تسويات مع قوات النظام وقرروا البقاء في مناطقهم خطوة النظام هذه نابعة من رغبته في إيجاد مسارات بديلة عن أستانا تجنبه الاستحقاقات المقلقة له والمترتبة عليه بموجب ذلك المسار وخصوصا فيما يتعلق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ورفع يده عن الجيش والأجهزة الأمنية فضلا عن القضاء والمحكمة الدستورية العليا المعارضة السورية ترى أن دعوات النظام لحوار وطني يشمل جهات مفترضة في المعارضة هدفه فراغ مؤسسات المعارضة الحقيقية من مضمونها وخصوصا هيئة التفاوض التي أتقنت اللعبة السياسية وتشكل ندا مزعجا للنظام بحسب تعبير المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض يحيى العريضي من جهتها واشنطن دعت أيضا إلى إنهاء مسار إستانا لإخفاقه في تشكيل لجنة دستورية والعودة إلى مفاوضات جينيف وبطبيعة الحال فإن جينيف ليست أفضل حالا من إستانا حيث أخفقت مساراتها في النقاط الرئيسية التي طرحت خلالها والمتعلقة بإيقاف إطلاق النار والانتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين ولم تكتفي واشنطن بإبداء رأيها فيما يتعلق بالشق السياسي من الأزمة السورية حيث كشف مبعوثها إلى سوريا جيميز جيفري عن استراتيجية عسكرية يعدها ترامب في سوريا تتضمن فرض حضر جوي شمال شرق سوريا كما كان الأمر في شمال العراق خلال تسعينيات القرن الماضي استراتيجية تضفي مصداقية على الاتهامات الروسية لأمريكا بأنها تسعى لإنشاء كيان كردي مستقل عن سوريا سوريا